السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو على قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية كيف حالكم أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة سأقدم اليوم وصفة أقل ما يمكن أن أقول عنها أنها سحرية ومفعولها سريع جدا لتطويل وتقوية الشعر ستعالج التساقط والتساقط الشديد الذي يؤدي إلى الصلاة تعيد إلبات الفراغات في الرأس وفي مقدمة الرأس صالحة للرجال والنساء على حد سواء وبمكون موجود في كل بيت وفي متناول الجميع ومفعوله كالسحر صدقوني وهذه الوصفة هي وصفة سحرية لعلاج كل مشاكل الشعر وخاصة تقويته وتطويله كما رحبت معي إنه القهوة نعم القهوة ستغير حياتكم وخاصة زيت القهوة نعم زيت القهوة وهو الذي سوف نقوم بصنعه معا في هذا الفيديو إذن طريقة تحضير زيت القهوة طبعا هناك طريقتين لتحضير زيت القهوة سوف نبدأ بالطريقة الأولى إذن سنحتاج كمية من القهوة مقدار 3-4 من الكاس كما ترون وتعرفون أن القهوة التي نستعمل للشرب تكون خشنة نوعا ما كما ترون خشنة لذلك يجب أن نحصل عليها مطحونة جيدا ومسحوقة جيدا رطبة ولينا لذلك سوف نقوم بطحنها طبعا وسوف نحتاج إلى مطحنة كهربائية نضع فيها القهوة ثم سوف نقوم بطحنها إذن بعدما قمنا بتحن القهوة طبعا سوف نغربلها وهذا ضروري لكي نحصل عليها أكثر لينة إذن بعدما قمنا بغربلتها تصبح بهذا الشكل كما ترون يجب أن تكون لينة جدا كما ترون لينة ضروري هذه العملية ولإتمام الوصفة سوف نحتاج إلى مكوين تاني طبعا إنه الزيت سوف نستعمل زيت الزيتون يمكنكم تعويضه بزيت جوز الهند إذا توفر أو زيت السمسم كما ترغبون ويمكنكم دمجهما مع أي زيت الزيتون وزيت جوز الهند إذن سوف نكمل تحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى إناء بهذا الشكل سوف نضح فيه كما قلنا ثلاث أرباح كوب من القهوة المطحونة جيدا وسوف نضيف إليها كوب كامل من زيت الزيتون وسوف نضع هذا الإناء فوق النار طبعا النار يجب أن تكون هادئة جدا وقليلة ومع التحريك تقريبا مدة من ربع ساعة إلى عشرون دقيقة حتى يزخن الزيت جيدا ولا يجب أن يحترق يجب أن تضعوا النار هادئة جدا شكرا إذن بعدما قمنا بتسخيل زيت كما لاحظتم معي في الفيديو الآن سوف نتركه يبرد قليلا وبعدما يبرد مباشرة سوف نضغه في القنينة وهذه القنينة يجب أن تكون زجاجية طبعا للاحتفاظ به ولا داعي لتصفيته يمكنكم وضعه بتلك الرواسب الموجودة طبعا بالقهوة بذلك المسحوق عفوا من القهوة فلا بأس في ذلك ونحصل على هذه الزيت السحرية زيت القهوة الطبيعي وفقط في المنزل طبعا كما قلت لكم هذه الطريقة الأولى لتحضير زيت القهوة في المنزل أما الطريقة الثانية فهي تحتاج إلى بعض الوقت وتسمى استخراج الزيت على البارد تأخذون ثلاث أرباع من القهوة المطحونة والمسحوقة جيدا وتأخذونها كأس من زيت الزيتون أو زيت جوزة الهند أو زيت السنزل وتضعون فيه البن المطحونة أو القهوة المطحونة جيدا في قنينة زجاجية ونتركهما في مكان المظلم ولكن يجب تحريكها وخضها كل يوم وتتركونها في المكان المظلم مدة أربعة أسابيع بعد مرور هذه المدة ستحصلون على زيت قهوة طبيعي وعلى البارد كلتا الطريقتين هما فعاليتين في علاج عاجز طول الشعر والفراغات وطريقة استعمال هذه الوصفة قبل غسل شعركم أو قبل أخذ حمامكم اليومي ضعوا هذا الزيت على الفروة وحتى الأطراف والخصولات بأصابع اليد وتقومون بتدليقها بحركات دائرية على الفروة مدة 5 إلى 10 دقائق وتضعون فوطة ساخنة على الرأس وتتركونها على رأسكم مدة ساعة بعدها تفصلون شعركم بالطريقة العادية وبالشامبو المناسب لشعركم وتدومون على هذه الوصفة قبل أخذ حمامكم أو قبل غسل شعركم وتنظيفه وبعد مدة قصيرة جدا سترون نتائج سحرية شودة الشعر ستتغير إلى الأحسن سيصبح أقوى وأطول مما كان عليه وينبت الفراغات في الرأس وخاصة الأمامية في بادي الأمر يكون عبارة عن خلاف وزغب رقيق جدا ومع المداومة سيصبح عبارة عن خصولات طويلة كما أن هذه الزيت ممتازة للخصولات ستصبح خصولاتكم صحية ولامعة وذات لون حيوي إذن يمكنكم وضعها على الخصولات أيضا ليس فقط على الفروة لأن زيت القهوة يحفز الضورة الدموية في الفروة وهذا يساعد على إنبات الشعر وتعزيز نموه وإطالته ولأنه يحتوي على مركبات سحرية تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه وكما قلت لكم الوصفة للرجال والنساء يمكنكم استعمالها وأيضا حتى للأطفال فلا بأس في ذلك إذن صديقاتي يا صديقائي كانت هذه هي الوصفة السحرية لتطويل وتقوية الشعر أتمنى منكم المدومة عليها فهي حقا ممتازة وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله